الوزر كله والإثم كله على المشيخات الذين هيجوا في هذه الحرب وهذه الوقيعة وهذا الدم وهذا الخزي الاثم كله والوزر عليهم رأينا الثكالة والنساء والأطفال الذين باتوا ويفيقون على الجوع ورأينا أولئك الأشياخ وهم يطيرون إلى لندن وإلى تركيا طاعمين ناعمين في الفنادق وفي القصور قالوا للناس اذهبوا إلى الحرب وإلى الجهاد المقدس يحمل وزر هذا اتحاد العلماء الذي جعل الحرب وجعل قبلة الحرب في الشام إنما نحن الآن نرى داعش تقتل النصرة والنصرة تقتل الجبهة الإسلامية فيا حوبة اليرموك ويا ويلة اليرموك إن اجتمع عليها هؤلاء فإن سلموا للنصرة لم ينجوا من داعش وإن سلموا لداعش لم ينجوا من الجبهة وإن سلموا لهم جميعا ذبحوهم جميعا متى يفيق هؤلاء متى ندع بعضنا لبعضنا ما ذنب مخيم إذا أردت أن تقاتل لأجل أمر ما والأمر مفضوح يقاتلون لأجل كرسي عفن وقد استبان الأمر كما رأيناه في ليبيا وفي غير ليبيا ما بال الفلسطينيين ما بالنا في هذا أراد أن يقيم دولة الإسلام على دماء المسلمين فلا دولة له ولا دين له إنما الأمر ما قال الله وقال رسوله ملل الكذب أغيثوا أهل اليرموك برغيف وأغيثونا بالصدق كفوا عنا الكذب كفوا عنا هذا البهتان أنبياء الله ما جاءوا بهذا ولا جاءوا لهذا ضعوا تلك الرايات الكذابة أحموا دماء المسلمين لا تسفكوا دماء المسلمين فضحتم المسلمين قبل أن تفعلوا شيئا للناس ترجمة نانسي قنقر